بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس رح نحكي عن موضوع الانترفيس في ال او او بي. طبعا الانترفيس في ال او بي مختلف عن الانترفيس او عن الوجهات اللي لها علاقة بالجيو اي. هنحكي عنها في شابتر عشرة واحداش. ولكن ايه الانترفيس في هادي الجزئية له علاقة بالأبجيكت اوريانتيتي برو جراميك. ايش بنقصد بالانترفيس? الانترفيس هو عبارة عن نموذج مشترك. خلي الكلمة هدي في بالك عشان كمان شوية هنفصل شو معناها? نموذج مشترك في شوية التفاصيل هو حاجة شبيهة بالكلاس ولكن في بعض النقاط ما بينهم مشتركة وبعض النقاط ما بينهم مختلفة ولكن اه اه بشكل عام هو عبارة عن نموذج مشترك. الان خلينا ناخد هذا السيناريو ونشوف وين راح نوقف او نواجه مشكلة اللي بعد هيك هيتبين لنا انه لازم نلجأ للاشي اللي اسمه انترفيس. انا ما بعرف شو يعني انترفيس لسه. جميل. الهيكلية اللي كانت موجودة عندي المفروض كان عندي في المثال السابق. وكان عندي وكان عندي وكان عندي هدول عاملين عاملين وراثة من كلاس فهذا من هذا وكذلك هدول من هذا الكلاس. ممتاز جدا. سؤال مهم جدا. ليش احنا عملنا كلاس اب هنا? وليش احنا عملنا كلاس اب هنا? اعملنا كلاس اب لسبب وحيد انه في خصائص مشتركة ما بين الابناء. في ايه? خصائص مشتركة. طيب جميل يعني هنا كان في الاسم خاصية مشتركة. فجمعنا في البيرسون. الاي دي مثلا كان خاصية مشتركة. والكمبيوت سلاري خاصية مشتركة او مثود مشتركة. فجمعناها في الامبليي. اذا طبعا هذا ليش عملنا برضو اب استراكتي كلاس? لانه في مثود مش لازم يكون الها بدي وهي مشتركة. ممتاز جدا. ايجا حكالك لو انا طلبت منك يا بش مهندس تعمل مثود اسمه برينت. وهي المثود عامة. يعني المفروض بدها تكون لكل الابناء. بالتالي المفروض كل واحد راح يعمل اوفررايد لهاي المثود. راح يضيف المحتوى اللي بده يطبعه زي ما بده. يعني هذا الراجل بده يطبع راتبه. هذا بده يطبع عدد الساعات وسائر الساعة. هذا بده يطبع اسمه ورقمه الجامعة ومعدله وتفر. المهم مثودي برينت. هاي مثودي اكيد هتكون ابستراكت منطقيا. وهتكون موجودة في كلاس البيرسون. اكيد عشان تكون معممة على كل الابناء. وليش ابستراكت عشان انا في كلاس البيرسون مش راح اكون بعرف لسه شو المحتوى اللي فيها. بترك المحتوى بالاوفررايد يتحدد عند الابناء. ممتاز. اجيت لسه بكمل شغلي معك وبحكي لك دربالك يا بش مهندس. في الهيكلية اللي انت عاملها في المشروع. في عندي مش بس هيكلية البيرسون والستودنت والامبلوي والسالد ولا 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 لا. في عندي والله كلاس اسمه انيمل في نفس المشروع. انا بعمل مثلا جاعد متجر. في كلاس اسمه انيمل. كلاس الانيمل هذا في الابن اه الاول اسمه مثلا فيرتبريت. اللي هو الحيوانات الفقارية. والتاني اللي هو النون فيرتبريت. ان الحيوانات اللافقارية. والتو كلاس اس هدولا بيعملوا وراثة من هذا الكلاس. وهذا الكلاس اله ابن اول. وابن تاني. وابن تالت. وابن رابع. وهذا الكلاس اله ابن اول. وهذا الكلاس اله ابن تاني. الى اخره. وفي عندي كمان اي كلاس اسمه فيرنيتشا. او اثاث. الابن الاول هيكون اله مثلا تابل. والابن التالي اله تشير. الى اخره من هاي الخصائص. او من هاي الابناء. نفس القضية احنا عملنا بيرنت هنا. وبيرنت هنا لانه بتجمع. في خصائص معين. او في خصائص معين بتجمعهم. خصائص يعني هدولا مثلا كلهم اللي هم عمر اللي هم اسم. كل هدولة التابل والاتشير اللي هم نوع خشب الى اخري. الان تلبت منك تستخدم مثود بيرنت او طلبت منك بمعنى اخر تعمل مثود اسمه بيرنت برضو في الهيكلية هادي وفي الرائك هادي. وفي الرائك هادي. تمام? فبما انه في مثود بدها تنعمل في الثلاثة نفس الشيء فهي مثود مشتركة فلالوهلة الاولى انت بتفكر بتقول انا بدي اعمل بيرنتي كلاس لهم كلهم واعمل اب لهم طيب مين الاب اللي بيجمع الثلاثة هدول اول سؤال هذا مين في اب بيجمع الاثاث مع الحيوان مع البيرسون لقيت يا سيدة اب بيجمع الثلاثة حطيت اب وعملت وراثة له احنا الاب مين قالك انه وراثتك صح اوكي وراثتك برمجيا صح بس لوجيك لي خطأ ليش خطأ لانه ما في خصائص مشتركة واحنا مبدأ الوراثة موجود لما يكون في خصائص مشتركة بحد خاص او بشكل خاص لما يكون في خصائص مشتركة بعمل وراثة طيب لو كان والله هم بس مشتركين في مثود والمثود هاي عامة يبقى بعمل وراثة صح بس بعملش كلاس بعمل انترفيس اذا فائدة الانترفيس انه هي عبارة عن نموذج مشترك بين اكتر من هيكلية في مثود مشتركة واشياء ثابتة مشتركة للكل بعكس الكلاس العادي اللي هو كان في خصائص مشتركة عند الابناء تجمعوا عند الاب فهما منطقيا بيقدروا يحكوا عن نفسهم انه السيلرد امبلويه هو اصلا موظف والاور الامبلويه بيقدر يحكي عن نفسه انه هو موظف لكن بما انه في عملية مشتركة بس صح بقدر اعملها في ابستر اكتكلاس ولكن الافضل انه يعملها في انترفيس لانه ما فيش خصائص مشتركة وهدي مثود عامة ممكن تستخدم في اكتر من هيكلية فمش محتاج اخصصها لحدة معين بعملها في حاجة اسمها انترفيس اذا هاي بدها تكون في انترفيس هاي اول سبب طيب شو في سبب تاني انا احكي لك سبب تاني افرض يا باش مهندس انه الهيكلية اللي موجودة عندك كانت كالتالي كان عندك كلاس الامبلويه زي هيك اللي قبل شوي وكان عندك الابن الاول اله اللي هو الاورلي امبلويه والتاني سالرد امبلويه واجه ابن تالت لهذا الاب اللي هو فولنتير او متطوع الان انا طلبت منك انه مثود البرينت تكون بس لمين للاورلي امبلويه والسالرد امبلويه مش رح تقدر اكيد تحط المثود البرينت هنا وتعملها ابستركت ليش لانه هتيجي عند الراجل هذا انا بديها بس لهذا وهذا فحتضطر انك ايش تروح تسوي ايوه زي ما انت فكرت بالزبط هتضطر تروح تعمل الاب لها دولة التنين خاص فيهم والاب هذا تعمل وراثة له من هنا ووراثة من هنا وتعمل المثود الاسم ابرينت وبعدين الاب هذا يكون اخ لهذا والتنين عاملين وراثة للامبلويه صح ولا لا ممتاز طيب حبيت اعمل مثود تانية برضو تكون مشتركة بين الاب هذا وحاجة تانية مثلا اب تاني فيكون لهم اب مشترك مع هذا فبمعنى اخر انه كل ما بدك تضيف مثود هتضطر انك تروح تعمل كلاس اب جديد فالوراثة عندك صارت وراثة بشكل فيرتكال لانه ما في عندي multiple inheritance بالجافا عندي multiple inheritance فانت اضطررت لانك تعمل لكل واحدة اب جديد طب يا باش مهندس انا ممكن اعملهم في اب واحد وخلص بقول لك بطل اوبجيكت اوريانتد صح لانه مش منطق انا بعمل الاب بحيث انه يكون لوجيكلي واضح يعني الامبلويه هو امبلويه واضح عنده مثود يسمى compute salary بقدرش اعمل امبلويه وعنده مثود اسمه مثلا check مثلا age وهي مستخدمة للكل لا بكونش اشي دقيق واشي واضح واشي صريح اذا هاي حالة تانية انه انا احتجت لانه تكون الميثود print في مكان مش parent class او مش abstract class بديها في مكان وقت ما بدي والله استخدمها ووقت ما بدي اسيبها هذا المكان هو عبارة عن interface 100% اذا هاي حالتين او two scenarios انا طرحتهم امامك في scenarios كتير لا نهائية ممكن اطرحها قدامك لفاعدة الinterface ولكن خلينا شوية شوية بعد ما نعرف كيف نعملها scenario الاول انه انا محتاج مثود عامة مشتركة بين اكتر من هيراكي موجودة عندي في المشروع scenario التاني اللي انا طرحته امامك انه انا محتاج استخدمهم في بعض the classes فانا فعليا هين في الحالة هاي اضطرت اني اعمل ابوسيط عشان احط فيها المثود لكن كمان شوية هشوف انه في الinterface مش هعمل زيك في الinterface هعمل حاجة حلوة بدل ما اني انا اعمل اب جديد بقول له ما بدي تعملي اب جديد خلي الinterface هايتستخلي خلي الميث class هدي استخدم الinterface وخلي هذا الكلاز يستخدم الinterface فعليا الانترفيس الوحدة استخدمها اتنين ليش لانه هنكشف انه في الانترفيس في وراثة متعددة ممتاز هدول التو سيناريوز اللي راح نشتغل عليهم تعال نفوت على الجافا ونشوف كيف ممكن نعمل شيء زي هيك طبعا بالزر اليمين كنا ننشئ نيو جافا كلاس صحيح صحيح في نيو جافا انترفيس باجي بكتب اسم الانترفيس ولنفرض انه اسم الانترفيس تست تمام اول ملاحظة باللاحظها انه بابلك بدل ما كان بابلك كلاس صار بابلك انترفيس ممتاز ايش يعني بابلك انترفيس يعني هذا عنصر مش كلاس عنصر تاني جميل جدا اتذكر معي شو كان في كومبوننت او شو كان في مكونات بداخل الكلاس كان في اتريبيوتس مثوتس كونستركتورز اول ملاحظة انه الانترفيس ما فيش فيها كونستركتورز ليش لانه الانترفيس لا ينشأ منها اوبجيكتس هي اول معلومة مهمة جدا الانترفيس هي كلاس وصفي بشكل كامل هو نموذج بس او كونتركت انت بدك تستخدمه عشان توصف مثوتس عامة مش اكتر ولا اجل يعني انت ما بتعمل منه اوبجيكت اطلاقا فما فيش فيه كونستركتور طب والاتريبيوتس يا باش مهندس بحكي لك فيه اتريبيوتس ولنفرض انت حكيت اتريبيوت انتجر اكس بيساوي عشرة كل الاتريبيوتس هادي كابسولة كمان كل الاتريبيوتس بداخل الانترفيس هي ببليك ببليك استاتيك فاينال يعني انت شئت ام ابيت في كلمة موجودة قبل المتغير وهاي بتقول سواء انت طبعا حطيتها او ما حطيتها بتعرف المتغير انه بابليك استاتيك فاينال والدليل شي لليساوي من هنا هيدك ارر كيف انت عندك فاينال وانت مش مخزن الوقيمة. فهي حتى لو ما كتبتها. طيب تالت معلومة الميثودس اللي موجودة بداخل الانترفيس هي ايش يعني? يعني انت شئت ام ابيت كتبت ام لم تكتب هي ابستراكت. نفس الابستراكت اللي حكينا عنها في الابستراكت جبل شوية انه بدون بدي. فملاحظة التلات ملاحظات هدول اول حاجة الانترفيس مفيش فيها كونستراكتور ولا ينشأ منها اوبجيكت. تاني ملاحظة الاتريبيوتس اللي في الانترفيس ببليك استاتيك فاينال لانه لو بدي اتريبيوتس عادي يبلجأ للكلاس العادي. خلصنا. اما بشكل عام. طبعا في انواع تانية من الميثودس في جابة تمانية وجابة تسعة راح نتطرق الها في فيديو منفصل. جميل. هاي ميثود اسمها تعال اطبق لك السيناريو هين اللي قبل شوية حكيت لك عنهم. بكل بساطة لو حابب حضرتك اتعمم الميثود برينت على كلاس الانيمل وكلاس مثلا الـمبلييي وكلاس مثلا الـا اه كلاس الانيمل وكلاس مثلا الـمبلييي وكلاس مثلا الـنيفر فانت بكل بساطة بتقدر تروح هنا وتحكي لكلاس البيرسون اعمل شو يعني للكلاس اللي اسمه تست او للانترفيس اللي سمها تست تست تستخدم للوراثة من انترفيس يعني انت في الوراثة من كلاس كنت تستخدم لكن كلاس يارث من انترفيس بتستخدم لانه هو محتاج يعمل للابستركت ميثودس اللي موجودة بداخله ممتاز طب ليش هنا ما اجبرني اني اعمل لانه حضرتك كلاس ابستركت والكلاس الابستركت مش بالضرورة زي ما شفنا في الفيديو هاته السابقة انه يعمل بيترك الخيار لابناؤه فبيجي الابن المسكين اللي اسمه بلاقي حاله مضطر لانه يعمل للمثود اللي اسمها فبيحط المحتوى اللي محتاجه هنا ولنفرض بده يطبع زي ما هم مثلا طبعا الابن بيحدد شو بده يطبع بالزبط بغض النظر شو بده يطبع برضو نفس القضية هيلاقي حاله مضطر لانه يعمل وبده يطبع مثلا المهم كل واحد بده يطبع البيانات الخاصة فيه كذلك بده يعمل برضو يطبع اللي يطبعه بغض النظر شو بده يطبع المهم اضطر انه يعمل ممتاز طيب هاي يا باشموندي ازاي بحكي لك لا هيك لو انت صار عندك كلاس جديد هذا الكلاس اسمه وانت حابب كلاس الانيمال يستخدم هاي المثود بكل بساطة بتحكي له المثود اللي اسمها تست تيجي بتحكي لي طب ما هو يا باش مهندس ما انا قادر اقول له او قادر احكي له مثلا بيرسون بالله انت مقتنع بالكلام هذا مش منطق لانه في الحالة هاي اخد خصائص من مش المفترض ياخدها ممتاز طيب ما بعمل اب جديد وبحط فيه المثود ممتاز انت عامل اكلاس اب عشان مثود بقول لك رو هعمل انترفيس لانه اكلاس اب بدون اتريبيوتس ملهوش فايدة نقطة وسطر جديد فانا اشركت الانيمال مع البيرسون في المثود اللي اسمها تست وكأني بحكي للجافا انه اللي موجودين عندي بدهم يستخدموا المثود اللي موجودة في الانترفيس اللي اسمها تست جميل جدا عارف الحلوين كمان اني باقدر في المن مثل اجمعهم بالحلال في التست تمام كيف يعني يعني باجي باقول له تست زي هيك فيها مثلا عنصرين بعمل تي في الانديكس رقم زيرو بقدر اخزن في انيو انيمال تمام وبقدر برضو في نفس الوقت اخزن في الانديكس رقم واحد في نفس المصفوف اتخيل ليش لانه انا جمعتهم بالخاصية اللي موجودة في الانترفيس اللي اسمها تست اذا هاي اول سيناريو انه انا بقدر اعمم مثود للاستخدام على كل الهيكليات من غير ما اعمل وراثة فيرتكال او من غير ما خلي اب يارث من اب يارث من اب يارث من اب لا انا خلاص كاني بقول له بس استخدموا استخدام طيب او ارجيك السيناريو التاني الحلو انه انا لو حابب بس مثلا الاورلي لو او بلاش خلنا نقول ايكلاسين كلاس الاورلي والسالرد بس في تلاتة طبعا عنا ابناء عنا السالرد وسيرفيس واورلي بدي بس الاورلي والسالرد يستخدمها باضطرش لاني اخرب الهيكلية كلها وارجع عدل من جديد زي ما قلنا التعديل على كل من عيوب يا عزيزي فانت بتروح على الاورلي وانت ساكت على الساكت بتقول له تعال انت عامل في نفس الوقت بدي اياك يا عزيزي تعمل للي اسمها تست ايوة فانت في الحالة هدي ايش سويت كأنك قلت له على السكت انت لحالك اعمل لتست طب والتاني التاني نفس الجصة بتقول له برضو على السكت انت لحالك اعمل لتست فصار التو كلاس زادوا العاملين ما خربوا الهيكلية عارف لو انت بدك تحط اب وسيط هتصير سلد يعمل وراثة من اكس وترجع تقول له بعد هيك تخش على كلاس اكس اكس يعمل وراثة من الامبلوي وتخرب كل الهيكلية الموجودة عندك اذا هي الميزة التانية للانترفيس بانه انت في اي كلاس احتاجتها بتروح للكلاس مباشرة وبتقول له ارث من هادي الانترفيس بدون ما تخرب الهيكلية لانه زي ما احنا عارفين انه لو في عندك هيكلية معينة على سبيل المثال هيكلية معينة في الوراثة زي هيك وهي الهيكلية مثلا بالشكل هذا حابب انك تعمل لهدولة شيء مشترك فهتخرب الهيكلية هتفصل الحاجز هذا والحاجز هذا وهتقول انه التنين هدولة الهم اب والاب يرث من هنا فانت خربت مين عدلت على كلاسات الابناء وعدلت على الكلاس الجديد وعلى كلاس انه يرث من كلاس الاب فانت عدلت في اكتر من مكان وهذا يعتبر من عيوب الابجيكت اوريانتد هذا فيما يتعلق بالانترفيس طبعا الانترفيس فيها تفاصيل كتيرة هحكي هلك بعد هيك في فيديو منفصل في جافا تمانية وفي جافا تسعة ولكن بشكل عام التو سيناريوز اللي انا حكيت فيهم انه او بشكل عام التو سيناريوز بترجع لهم في الفيديو لكن بشكل عام الانترفيس سبب وجودها عنا انه في عندي نموذج مشتركة عندي دوال مشتركة او مشتركة في اكتر من هيركي موجودة في المشروع وانا حابب استخدمها في اكتر من مكان لتحقيق مبدأ الوراثة فبستخدمها بالشكل اللي شفناه عارف الحلو كمان وين انه في الانترفيس في وراثة متعددة شو يعني وراثة متعددة ولنفترض انه في عندك يا عزيزي كمان انترفيس الانترفيس هادي اسمها تشيكابل وهاي الانترفيس فيها مثل مثلا اسمها تشيك وهاي المثل عامة وبدأ تستخدم في اكتر من مكان بكل بساطة لو البيرسون هذا حابب يستخدمها مع التست بتحط فاصلة تشيكابل ففي عندك صار تو انترفيس موجودين عندك مستخدمين او موروثين للاستخدام وراثة يعني استخدام معروفة موروثين في كلاس البيرسون يعني كلاس البيرسون يستطيع ان يستخدم التوميثوتس الابستركت اللي موجودة هنا ويجبر ابناءه لانهم يعملوا اوفررايد فنفس الفكرة والله انا بديش تشيكابل هنا بدي مثلا كلاس والله يكون يستخدم التست وتشيكابل بس فاصلة ولا بدي عدل في هيكلية ولا اعمل اب جديد ولا حاجة على السكت بروح للكلاس اللي بديها وبقول له خد استخدمه وعمل اوفررايد للميثود ولا منشاف ولا مندري اضطريت ان اعدل يا عم في كلاس تاني ولا عدلت على اي مكان هذه الفائدة الحقيقية لاستخدام الانترفيس ايضا في فائدة اخرى هنحكي عنها في الجيو اي واللي هي حاجة خطيرة جدا اللي هي الكولباك انك انت عمرك سمعت انه انت بترسل اتريبيوت لا ايه عمرك سمعت انك بتقدر ترسل اتريبيوت لميثود صح طب عمرك سمعت انك بتقدر ترسل مثود عن طريق مثود هادي هنشوف حاجة شبيهة فيها في الكولباك في تعاملنا مع الانترفيس ومع الاننيماسي كلاس بشكل عام لما نوصلها الان بشكل عام الانترفيس اللي حكينا عنها باختصار شديد هي عنصر شبيه بالكلاس بس بدون ما بنشيئش منه كل الاتريبيوتس اللي فيها هي كل الميثودز حتى اللحظة الميثودز اللي فيها فيه ثانية هنشوفها في جابة 8 وفي جابة 9 في الفيديوهات اللي بعيد كده برضو الانترفيس هادي فيها وراثة متعددة بقدر اعمل وراثة من اكتر من انترفيس لنفس الكلاس ما فيه اي مشكلة وهذه تعتبر ميزة عن وأيضا بقدر طبعا باستخدم لها كلمة بدل ملاحظة يا جماعة لو انا عندي انترفيس مثلا بدها الانترفيس هادي ترث من انترفيس تانية بنفع اه باستخدم كلمة فانترفيس مع انترفيس هادي الانترفيس شو صارت صارت بترث من هادي يعني كأنه صار فيها يعني بقدر استخدمها لحالها بدون ما استخدم هادي معها مثلا انا بس عشان اورجيك انه لو في انترفيس بترث من انترفيس تانية فباستخدم مها يعني بالعربي لو تشابه الوارث مع الموروث تستخدم مع مع إنترفيس إكسسس أما لو اختلف فبتستخدم يعني عليك طب لو بدي اعمل وراثة او بدي اخلك إنترفيس من بنفع ولا عمرك اتفكر في حاجة زي هيك كيف بديك تخلي من إنترفيس من إكلاس بنفعش مش منطقي لانه فيش في الانترفيس ولا فيها ولا اشي تمام هذا فيما يتعلق بالانترفيس وطبعا استخدامها الاساسي بعيد وبكرر للمرة المليون استخدامها عشان اعمل نموذج مشترك وناخد فيه مثال في الاخر كامل وشامل وعام نعمل فيه نشوف فيه الفائدة الحقيقية من استخدامنا للانترفيس جميل